السلام عليكم معكم محمد ديتي بأول حلقة من حلقات سلسلة نافيس ووك للمبتدئين حلقات إن شاء الله كلها مجاناً وهحاول أكون فيها مختصر جداً للكلام ومش هطول عليك أول حاجة عايز أكلمك عليها قبل ما أبدأ أصلاً أكلمك عن محتوى الحلقة ما تنساش تروح لللينك ده اللي هو إنك تحمل في النسخة بتاع ترفيت بتاعتك الإكسبروتر بتاع نافيس ووك يعني لو فتحت عندي برنامج رفت كده هلاقي عندي في الأدنس في عندي حاجة اسمها External Tool خاصة بالنسخة بتاعتي بتطلع الصيغة بتاعت نافيس ووك كاش الملف اللي بيطلع من رفت بيبقى نافيس ووك كاش حتى لو بتدخل ملف رفت لي نافيس بطريقة تانية أنصحك بالطريقة اللي هي نافيس ووك كاش أول حاجة عايز أكلمك عليها بعد ما تكون حملت الأدنس دوت إنك تعرف إيه هي نسخ نافيس ووك وسريعا أقل من دقيقة عندك في النسخة اللي هي الشاملة بنسميها المانج وفي عندك النسخة التانية اللي هي السيميلات وفي عندك النسخة اللي هي مجاد إنك بتشوف بس فيور أو بنسميها الفريدم عشان ما أطولش عليك من الآخر أنت هتحتاج نسبة 90% المانج بس لأن انت محتاج الكلاش السيميلات ما فيهاش الكلاش أما السيميلات دي بتاعت مين؟ في ناس عايزة نافيس من غير كل الفيتشورز بتاعته عايزة حاجات ومش عايزة حاجات فبالنسبة لها مناسب من دون مثلا الكلاش فيروح لي السيميلات وفي ناس عايزة بس تفتح ملف بتاع نافيس فبيروح للنسخة اللي هي الفريدم أو الفيرو ده بالنسبة للنسخ سريعا بالنسبة بقى لي صيغ الملفات وديركز فيها شوية عشان ما أطولش عليك النسخة الأولى اللي هتتعامل بيها أو صيغة الملف الأولى اللي هتتعامل بيها وليكن أنا شغال رفت بعماري فأركتكشوره ومعايا واحد ثاني شغال اللي هو الستركشور واحد ثالث وليكن شغال بكانيكال فكل واحد بيطلع النسخة أو الملف اللي هيطلع من عنده إكسبورت عشان يدخل نافيس صح فكل واحد بيطلع NWC يبقى احنا كلنا طلعنا اللي هو ال NWC لما نيجي بقى أو يجي الكوردينيت أو حد يجي يشتغل نافيس ووك بيشتغل الملفات دي كلها على هيئة NWF ال NWF ما ينفعش يتباعت لوحده عمل زي ايه بالظبط كأنه linked موابوط بالأفندية دول موابوط فيه لينك ما بينهم فانت لو هتبعت لحد NWF لازم يكون معروف الباث بتاع ال NWC اللي مكون لل NWF عشان هو ده اللي بيعمل update دايما لو فيه اي تعديل هيتم في اي واحد من دول من ثلاثة يبقى احنا عندنا اول صيغة ال NWC الكاش اللي بيطلع عندك وليكن من رفت ونافيس ووك مش بس رفت تمام خلينا نعمل مثال كده قدامكم عشان تبقى الأموئي سهلة ويوضحة شوي هاجي هنا هو وادوس على addن سادوس على export اي ان كان الاسم وادوس على save هتلاقي عندك الملف بالشكل ده هو ده ملف صح لو جيت افتحه هتلاقي عندك بالشكل ده مش ده ملف اللي احنا كنا نشغلين فيه دلوقتي الملف اللي هو بتاع المشروع اللي هو بتاع رفت قدامك اهو طيب لو انا دلوقتي حبيت اعمل save اي ان كان بقى الملف دوت عملتي فيه او ما عملتش حاجة لسه هتسايف ازاي هتدوس على save صح هتدوس من هنا على save او save as دست على save خلي بالك ان ما عندكش ال option بتاع ال NWC بمعنى انا ممكن اسايف اما NWF او NWD شايف مكتوب هنا ايه NWC الملف اللي انت فتحه هو NWC والله انا جيت اسايف وسايفته وسايفته بصيغة مثلا F1 عشان بستتذكر تمام اخترت عندك اما NWF او NWD NWF دست على save بص كده شكل الملف عمل ازاي اهو NWF مظبوط افتحوا كده انت شايف ايه دلوقتي NWF اللي انت فتحه اللي هو مبني على ال NWC اللي هو كأنه لينك جواه وبياخد اي update منه صح؟ طب لو انا هبعت الاستشاري لعميل هبعت ال NWC وال NWF والكلام ده كله لا ببعت NWD اتذكر هنا مكتوب NWF في الصيغة بتاعت Navisorg File اللي هي مبنية عن ملفات اللي طلعت من نوفت زي NWC المعماري الانشاء الاخر فلو انا دست هنا على NWD اهو NWD هسميه مثلا F2 بص كده شكل الملف لو جيت افتحه اللي هو ال NWD اللي انت شايفه NWD اه بس مالوش اي علاقة بال NWC او ال NWC اللي انت كنت بها جايبها من المعماري من الانشاء من اي بامج تانية مش بس رفت يبقى ممكن ابعت الملف ده الواحد وكده في كل حاجة يعني مالوش اي لينك او اي ارتباط بصيغ تانية هو NWD زي ما انت شايف كده طب افرد انت بعت الواحد NWF من غير ما تبعت ال NWC اللي هو جاي مثلا من رفت اللي هيطلع عنده هيطلع عنده رسالة ده تمام كده اللي بيها View او تتشك بس بالنسبة لصيغ الملفات اللي بتطلع ولكم من برامج زي رفت هتبقى NWC لما تدخل لي Naviswork بتتعامل مع NWF اللي هو كأنه لينكت معه لو انت عملت اي update في ال NWC اي ان كان ال Discipline بتاعك لما بتبعت الملف اللي هو مش مابوض بقى بال NWC النهائي NWD ده بشكل مختصر حتى في حاجات كتير مولتهاش ليك ولكن ده اللي عايزك تعافو في الفيديو دوت ما تنساش تحمل ال Exporter ده ده بالنسبة لأول فيديو تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر